اشتركوا في القناة الآن ننتقل إلى هنا في البداية يوضح الشكل الطالب يذاكر مادة العلوم مصدر الضوء الشكل هو ماذا طبعا هنا لدينا مصدر الضوء هو المصباح عندنا كذلك تشرق الشمس يوميا وترسل ضوءها لجميع أرجاء الأرض على الشكل ضع الكلمات مصدر الضوء المناسبة طبعا هنا لدينا أعطي سببا يفسر قدرتك على رؤية مصدر الضوء عندنا هنا لأن الأشعة الضوئية تنتقل إلى العين مباشرة كذلك عندنا هنا استخدم الكلمات التالية عندنا شعاع ساقط وشعاع منعكس وكذلك مصدر الضوء طبعا هكذا يكون شعاع الساقط ومصدر الضوء هو الشمس وشعاع المنعكس الآن ننتقل إلى أرسم المسار الصحيح للأشعة الساقطة والمنعكسة التي تمكن العين من رؤيتها عندنا هنا الضوء والجسم بهذه الطريقة طبعا يكون أعطي تفسيرا يوضح كيف يتمكن الإنسان من رؤية الأجسام طبعا تسقط الأشعة الضوئية من مصدر الضوء على الجسم ثم تنعكس إلى العين عندنا هنا صح أم خطأ الأشياء تنتج الضوء تسمى مصدر الضوء طبعا هنا الإجابة صحيحة ينتقل الضوء من الأجسام المرئية إلى مصدر الضوء هنا الإجابة خاطئة ينعكس الضوء من أعيننا إلى الجسم هنا الإجابة خاطئة الشمس هي المصدر الرئيسي للضوء هنا الإجابة صحيحة يوضح الشكل استذكار طالب لأحد المواد ليلا حدد الموقع الأفضل لوضع المصباح طبعا يكون على الكتاب مباشرة هو واحد فسر إجابتك لأنها تسقط الأشعة الضوئية من مصدر الضوء على الكتاب مباشرة ثم تنعكس إلى العين كذلك في السؤال الرابع أو التحدي الرابع يوضح المخطط محاولة رؤية ما بداخل الصندوق أي الشكلين تستطيع رؤية ما بداخل الصندوق طبعا عندنا هذا الصندوق نستطيع بسبب وجود المصباح أو مصدر الضوء الآن ننتقل إلى الدرس المراية عندنا أي من الأشكال الأدناها توضح توضح الطريقة الصحيحة لرؤية سعاد عندنا للكرة طبعا هنا نختار نختار ماذا نختار هذه الرسمة المصباح كرة وسعاد يكون السهم بهذه الطريقة من المصباح إلى الكرة ثم إلى عين سعاد فسر إجابتك لأن الضوء يسقط من مصدر الضوء على الكرة ثم ينعكس إلى العين في النشاط الصف الثاني إذا أعطيت مرآة مستوية كما هو موضح بالشكل وضح بالرسم فقط مع وضع البيانات ماذا يحدث عند سقوط شعاع ضوء على المرآة مستخدما الخطوط والأسهم طبعا هذا يسمى بالانعكاس الجسم في المرآة هو صورة أعطي تفسيرا لقدرة المرآة على عكس الضوء لأن لها سطح لامع ومسقول وأملس إذا وضعت المرآتين بجانب بعضهما البعض وبينهما زاوية قائمة كما في الشكل فإنه عند تقليل الزاوية بينهما فإن عدد الصور المتكونة طبعا هنا يزداد بسبب زيادة على الأشعة المنعكسة عن المرآة الشكل الصحيح الذي يوضح المسار الصحيح للأشعة الضوئية عند استدامها بالمرآة هو هذا الشكل عندنا هنا أكمل الرسم في الشكل باستخدام الخطوط والأسهم في المرآة استخدم المصطلحات شعاع ساقط وشعاع المنعكس طبعا من مصدر الضوء إلى مرآة مستوية ثم إلى العين ثم إلى العين عندنا هنا تحدي يوضح الشكل جهاز البيروسكوب والذي يستخدم المراية لعكس الضوء أعد ترتيب الانعكاس الذي يحدث للضوء طبعا رقم واحد عندنا ينتقل الضوء من مصدر إلى الجسم رقم اثنين ينعكس الضوء من الجسم إلى المراية العلوية ثلاثة ينعكس الضوء من المرآة العلوية إلى المرآة السفلية أربعة ينعكس الضوء من المرآة السفلية إلى العين عندنا في التحدي ثلاثة تستخدم فاطمة الأنبوبة المقابل لرؤية لعبتها ما اسم الآداء التي استخدمتها فاطمة لرؤية لعبتها عندنا هنا البيروسكوب ما هي فكرة عمل هذه الآداء انعكاس الضوء بواسطة المراية الآن ننتقل إلى التحدي أربعة توضح الأشكال استخدام آداء تعتمد في عملها على عكس المراية للضوء طبعا تكون بهذه الطريقة بعد ذلك ننتقل ما اسم الآداء هنا طبعا البيروسكوب أرسم المسار الصحيح طبعا كما رسمناه في الشكل الرقم واحد اكتب مكونات الآداء في الشكل الرقم اثنين طبعا عندنا أنبوب ومرأتين كذلك اشرح أهمية استخدام الآداء في الشكل واحد لرؤية ما فوق سطح الأرض لرؤية ما فوق سطح الماء عفوا لرؤية ما فوق سطح الماء هنا صح أم خطأ تعتبر الشمس المصدر الرئيسي للضوء على سطح الأرض طبعا هنا الإجابة صحيحة نرى الأجسام بسبب انتقال بسبب انتقال الضوء من عيوننا إليها الإجابة خاطئة عند القراءة في الظلام فإن أفضل موضح للمصباح هو فوق رأسنا مباشرة الإجابة خاطئة يسير الضوء يسير الضوء في خطوط منحنية وغير مستقيمة أيضا هنا الإجابة خاطئة الآن ننتقل إلى السؤال الذي يليه وهو نشاط صفي خمسة يوضح الشكل استخدام المرايا في محلات الحلاقة لتساعدك على رؤية الجهة الخلفية لشعرك بعد الحلاقة رتب التسلسل الصحيح لانعكاس الضوء حتى يستطيع محمد رؤية خلف شعره طبعا عندنا هنا الحلاق والضوء ومحمد والمرآة الثانية طبعا الترتيب يكون يسقط الضوء على شعر محمد من الخلف رقم ثنين ينعكس الضوء من شعر محمد إلى المرآة الأولى رقم ثلاثة ينعكس الضوء من المرآة الأولى إلى المرآة الثانية رقم أربعة ينعكس الضومي المرآة الثانية إلى عين محمد عندنا هنا نشاط صفي وضح الرسم التوضيحي كيف يتمكن سالم من رؤية الحصان طبعا من الشمس إلى الحصان ثم إلى عين سالم الآن ننتقل إلى تحدي واحد تقوم فريدة باستقصاء عن الضوء حيث أرادت صناعة جهاز لرؤية الزهرة باستخدام كرتون ومرآتين ما اسم الجهاز الذي توجه عمله البايروسكوب عندنا هنا نقوم برسم الأسهم كما رسمناها هنا من الزهرة إلى المرآة الأولى من المرآة الأولى إلى المرآة الثانية ثم إلى العين عندنا هنا يوضح الشكل الآتي أحد أجهزة المستخدمة في الغواصة ماذا يسمى هذا الجهاز البايروسكوب يحتوي الجهاز على مرآتين تعتمد فكرة عمل الجهاز على خاصية إنعكاس الضوء ما فايدة جهاز للبحار داخل الغواصة رؤية ما فوق سطح البحر الآن ننتقل إلى نشاط صفي اثنان أكمل عبارة بالكلمات المناسبة البايروسكوب لامعة فوقنا تمتص الأسطح اللامعة تعكس الضوء بشكل أفضل والأسطح الخشنة تمتص الضوء تستخدم البايروسكوب لرؤية الأشياء من فوقنا الآن ننتقل إلى هذا السؤال النشاط الصفي ثلاثة أي الأسطح التالية تعطي انعكاسا أفضل لصورة الجسم لوح خشبي ورق كرتوني سطح بحيرة ساكنة والبلاستيك طبعا النكاس الضوء بشكل أفضل هي سطح بحيرة ساكنة أي الشكلين يمتص الضوء عندنا الشكل واحد هو الذي يمتص الضوء فسر إجابتك لأن ذرات الغبار في الماء تشتت الضوء ولا تعكسه عندنا هنا أعطي مجموعة من الأسطح ورق الألمنيوم مرآة ورق مقوى بلاستيك صلب صنف الأسطح إلى أسطح عاكسة للضوء الأسطح العاكسة هي ورق ألمنيوم بلاستيك صلب الأسطح الماصة هي ورق مقوى الآن ننتقل إلى تحديث نان يوضح المخطط انعكاس الضوء من السطحين لوح زجاجي ولوح خشبي أي الأشكال سيمثل لوح زجاج طبعا الشكل واحد فسر إجابتك لأن سطح مسقول يعكس الضوء بشكل أفضل التحدي ثلاثة يوضح المخطط البياني درجة انعكاس صورة الضوء من على سطح الأجسام المختلفة مستخدم البيانات في المخطط أجب عن الأسئلة رمز الجسم المسقول هو P رمز الجسم الأكثر امتصاصا هو A رمز الجسم الأفضل لرؤية وجهك عليه هو P فسر إجابتك لأنه يعكس الضوء بشكل أفضل رتب الأسطوح في البيانات من الأفضل إلى أقل انعكاس طبعا عندنا P بعد ذلك C ثم أخيرا A صح أم خطأ الأجسام لها قدرة على عكس الضوء فقط الإجابة خاطئة السطوح الملساة المسقولة تعكس الضوء بشكل ضعيف إجابة خاطئة الأسطوح الخشنة لها قدرة على امتصاص الضوء الإجابة صحيحة تستطيع رؤية الصور بوضوح على السطح التي تعكس الضوء جيدا الإجابة صحيحة أي الشكلين له قدرة على عكس الضوء الشكل رقم واحد فسر إجابتك لأنه أملس ومسقول هل التجربة السابقة عادلة الإجابة خاطئة أو لا لأنهما مختلفان في الشكل والحجم عندنا تدريبات على نشاط أربعة خمسة يوضح الشكل سقوط شعاع على المرأة وانعكاس مقدار الزاوية عندنا خمسة وعشرين أي الشكلين يمثل انعكاس الضوء على المرأة أو عن المرأة بشكل صحيح عندنا المرأة الثانية فسر إجابتك لأن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس طبعا كما موضح لنا في هذه الرسمة يقف محمد والشجرة أمام المرأة كما بالشكل حدد النقطة التي يجب أو يتم وضع الشجرة عليها حتى يستطيع محمد رؤية الشجرة عندنا الرقم واحد لأن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس عند النقطة واحد كما رسمناها هنا في الرسمة زاوية متممة واحد وشعاع ساقط الآن ننتقل إلى نشاط التحدي 2 أدرس المخطط البياني الذي يصف العلاقة بين مقدار الزاوية المحصورة بين المرأة وعدد انعكاس الناتج أكثر عدد من الانعكاسات عندما يكون مقدار الزاوية 40 النمط الذي يمكن التوصل إليه من خلال المخطط كلما قل مقدار الزاوية بين المرأتين زاد عدد الانعكاس الناتج توقع كم يكون مقدار الانعكاس عندما تكون الزاوية أكثر من 169 طبعا هنا تكون واحد يوضح الشكل المخطط ثم رسم الانعكاس رسمة الانعكاس شعاع ساقطع المرأة الاستنتاج الذي يمكن التوصل إليه بالشعن الزاويتين ألف وباء هي أنهما متساويتان تسمى الزاوية ألف وباء بزاوية المتممة يوضح المخطط انعكاس الضوء عن المرأة باستخدام أرقام المصطلحات التالية طبعا زاوية السقوط عندنا رقم واحد وزاوية الانعكاس رقم اثنان رقم ثلاثة عندنا المرأة رقم أربعة زاوية متممة للسقوط كما موضح في الرسمة رقم خمسة زاوية متممة للانعكاس أيضا كما موضح في الرسمة شعاع ساقط وشعاع منكسر أو منعكس أفوان عندنا في هذه الرسمة ما طبيعة السطح الذي ظهر عليه الصورة لامع مسقول أم لس ماذا سيحدث لو وضع محمد قطعة قماش على سطح الملعقة لن يتمكن من رؤية صورته فسر إجابتك لأن القماش سطح خشن يمتص الضوء بعد ذلك ننتقي الوحية الخامسة في الفيديو القادم وهنا أقول لكم شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا بإذن الله في الفيديوهات القادمة ترجمة نانسي قنقر